تحياتي للجميع معكم أبو ميلاد في فيديو جديد هذا التقرير الأول من معرض Photo Plus International Expo في مدينة نيويورك الساعة الآن هي الثامنة ونصف صباحا الفطورة على السريع أيضا كما تلاحظوا وضعت كاميرتي لتصوير تايم لابس للشروق في مدينة نيويورك الجميع مازال مشغول في وضع اللمسات الأخيرة قبل بداية المعرض في الساعة العشرة المكان الذي أتواجد به هو مخصص للصحافة بالنسبة لي المعرض هو فرصة للتعرف على الكثير من الصورين أيضا سفل تقايد جاريد بولين الشخص الذي يتديه بلوزة حمراء وشعر كبير هو مصور معروف وأيضا يوجد عنده قناة مشهورة في اليوتيوب تختص في التصوير كما ذكرت المعرض هو جدا مهم لي لتعرف على المصورين أيضا لتعرف على كل ما هو جديد في عالم التصوير وأيضا للتواصل مع الشراك التي تعمل في هذه الصناعة تلاحظ أن المكان بدأ يكتظ بالزوار فعمليا بعد خمس دقائق سيتم افتتاح المعرض فدعنا نذهب إلى المعرض شخصيا بالنسبة لي هذا الحائط هو أهم حائط موجود في العالم الذي يحوي كل هذه العدسات تخيل لو أن هذا الحائط كان عندك في البيت هذا الفيديو سيكون مخصص لشركة سيجما تامرون وفاناسونيك فعمليا قمت بتجربة عدة عدسات من هذه الشرك العدسة الأولى هي تامرون 65 ملي F1.8 وهي متوفرة لكانون ونيكون بشكل سريع النحية التقنية لهذه العدسة هي 50 ملي فتحة العدسة تمتد بين F1.8 كأكبر فتحة وأصغر فتحة هي F16 هي معدة لفول فريم وأيضا ممكن أن تركب على كراب فريم قل مسافة تحتاجها العدسة لكي تستطيع أن تقوم بعمل فوكس على الهدف أو تركيز على الهدف هي 80 سنطي مبنى الداخل للعدسة مكون من 13 عدسة موزعة على 9 مجموعات عدد شفرات فتحة العدسة هو 9 شفرات تحوي على مقلل اهتزاز وأيضا على محرك فوكس وزن العدسة هو 700 جرام طبعا قمت بتجربة العدسة في داخل المعرض أيضا سأعرض الآن بعض الصور التي التقطتها بهذه العدسة مع التذكير أن هذه ليست مراجعة فعلية أيضا الإضاءة في داخل المعرض هي ليست الأفضل تجربة هذه العدسة ولكن بشكل سريع دعني أعرض لكم بعض الصور بهذه العدسة فكم تلاحظوا هذه بعض الصور أيضا بعمل تكبير وزوم على الصور حدة تفاصيل الصور جدا جدا رائعة أيضا وجود مقلل اهتزاز في هذه العدسة سيكون مفيد إذا أردت أن تستعمل هذه العدسة لتصوير الفيديو سعر العدسة هو سبعمية وخمسين دولار طبعا مع التذكير أن مثل هذه العدسة سواء من نايكون أو كانون سعره هو أربعمية وخمسين دولار أيضا هذه العدسات سدرت قبل فترة طويلة طبعا هناك فرق تقريبا ثلاثمائة دولار بين نفس العدسة من نايكون أو كانون سؤالنا هل هذه العدسة هي أفضل من نايكون أو كانون طبعا سوف أجيب على هذا السؤال عندما أقوم بعمل مراجعة فعلية لهذه العدسة العدسة الثانية التي قمت بتجربتها من تامرون هي تامرون 90 ملي 82 ماكرو الإصدار الثالث قمت بعمل مراجعة الإصدار الثاني قبل فترة سعر العدسة هو 650 دولار أيضا السعر هو أرخص من الإصدار الثاني أعتقد أنها كانت تباع ب750 دولار بشكل سريع من ناحية تقنية العدسة هي 90 ملي مخصصة لفول فريم ممكن تركب على كروب فريم التامرون تصنع نفس العدسة لكانون ونيكون فتحة العدسة تمتت بين F2.8 إلى F32 أقل مسافة تحتاجه العدسة لكي تقوم بعمل تركيز على الهدف أو فوكوس هو 30 سنطي عدد شفرات فتحة العدسة 9 شفرات منذ مقلل التزاز في العدسة وأيضا محرك فوكوس وزن العدسة هو 610 جرامات الآن سأعرض بعض الصور التي التقطتها بهذه العدسة مع التأكيد أن هذه الصور هي التجربة أولية سأقوم بعمل تجربة واسعة عندما أحصل على هذه العدسة من خلال فحص الصور حدث التفاصيل جدا قوية سرعة الفوكوس في العدسة جدا رهيبة هذا الأمر مهم الذين يريدوا أن يصوروا ماكرو الحشرات فعمليا سرعة الفوكوس هي جدا جدا قوية في هذه العدسة نفس الأمر عندما أحصل على هذه العدسة سأقوم بعمل تجربة ومقارنة مع عدسات في نفس المجال من نايكون كانون أو سيجما الآن سننتقل إلى شركة سيجما العدسة الجديدة من سيجما هي سيجما 25 ميلي F.4 Art أيضا بالماضي قمت بمراجعة عدة عدسات من سيجما في فئة Art وجودة هذه العدسات جدا رائعة في أغلب الحالات هذه الفئة كانت أفضل من كانون ونايكون مرة أخرى تم الإعلان عن إصدار عدسة 500 ميلي F.1.4 قمت بتجربة هذه العدسة مرة أخرى تجربة سريعة سوف أعرض بعض الصور خلال تحدثي عن هذه العدسة من ناحية تقنية بشكل سريع العدسة هي 500 ميلي مخصصة لفول فريم ممكن أن تركب على كروب فريم فتحة العدسة تمتد بين F.1.4 إلى F.16 أقل مسافة تحتاجها العدسة لكي تستطيع عمل فوكس أو تركيز على هدف هي 25 سنطة مبنى العدسة الداخلي مكون من 14 عدسة موزع على 12 مجموعة عدد شفارات فتحة العدسة هو 9 شفارات العدسة لا تحوي على مقل اهتزاز أيضا يوجد بها محرك فوكس لا يوجد معلومات حول وزن العدسة ولكن العدسة جدا ثقيلة وأنا متؤكد أنها ستكون أثقل عدسة 50 ميلي موجودة في السوق الوزن يلعب دور مهم في الحصول على حدة صور قوية كلما زاد الوزن تحتاج إلى قوة أكبر لكي تستطيع أن تثبت الكاميرا فعمليا هل ثقل العدسة في هذه الحالة سيكون عامل سلبي في الجهة الثانية عدسة تامرون هي أخف بشكل واضح وأيضا هناك مقل اهتزاز الذي سوف يساعد في الحصول على حدة صور أفضل طبعا هذه الأسئلة سوف أجيب عليها عندما أحصل على هذه العدسات سعر هذه العدسة هو 1200 دولار طبعا بالمقارنة مع كانون أو نايكون السعر هو رخيص سوف أقوم بعمل مقارنة لهذه العدسات عندما أحصل عليها وأجربها بشكل فعلي الآن سوف أنتقل إلى باناسونيك وهناك تم الإعلان عن كاميرا جديدة وهي باناسونيك GH5 قبل سنتين قم بمراجعة الإصدار الرابع عمليا الكاميرا موجودة في داخل قفص زجاجي كما فهمت أنها ليست النسخة الأخيرة هي مازالت في مرحلة التطوير أيضا كما فهمت أن الشحن وتوزيع هذه الكاميرا سوف يبدأ في نهاية شهر ثلاثة من العام المقبل وأغلب المعلومات المدفرة هي أن هناك تحسنات قوية في تصوير الفيديو لا يوجد معلومات موثقة حول مستشعر، نظام الفوكوس، وزن الكاميرا، المعالج فعمليا هذا فقط إعلان لهذه الكاميرا عندما أحصل عليها كما عودتكم سوف أقوم بعمل مراجعة لهذه الكاميرا فعمليا هذا هو التقرير الأول طبعا سوف أكون مزيد من التقرير في الأيام المقبلة لذا أنصحكم أن تقوم بنشر هذا الفيديو وتشجيع الأخرين على الاشتراك في قناتي في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد